اشتركوا في القناة تأسست عليها القوانين والأنظمة القضائية في البلاد المتمدنة وقد دعت الحاجة في كثير من الممالك إلى دراسة هذا العلم دراسة خاصة في كليات الحقوق ليسهل على الطلبة فهم قواعد القانون المتشاعبة فتغرس في نفوسهم المبادى القانونية لأنه لما كانت فروع القانون متعددة وكان لكل فرع منهج خاص فإن الطلبة إذا لم يتلقوا مبادئه بصفة عامة لا تتولد في نفوسهم فكرة كونه مهما تعددت فروعه ذا أصول عامة ثابتة يرجع إليها في كل فرع ومتى حاطوا بهذه الأصول يسهل عليهم عند الدراسة التفصيلية لكل فرع على حدته تحصيل قواعد القانون المختلفة وفهم تفصيلاتها باعتبارها متعلقة بالأصول العامة وبذلك أيضا يطبع في أفئدة الطلاب طلاب القانون الاحترام الواجب له باعتباره علما مبنيا على أصول عامة ثابتة وقد رأى البعض أن دراسة علم أصول القوانين نظريتهم محظة فهي صعبة على المبتدئ ويحسن أن تكون بعد الدراسة العملية وتميل الجامعات الإنجليزية إلى هذا الرأي ولكن مهما كان في هذا القول من الصحة والوجهة فإن دراسة أصول القوانين في بادي الأمر تعين الطالب بعد ذلك على فهم القوانين وتطبيقها من الواجهة العملية إذ يكون ملما بالأصول التابتة والقواعد العامة التي تفرعت أنها التفصيلات فيصفل عليه تطبيقها في العمل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر